غلاء الأسعار يتسبب بركود سوق الملابس بينما يقابل ذلك إقبال كبير على شراء الملابس الشتوية المستعملة حيث أصبحت ملاذاً للمضطرين هنا في مدينة التربة جنوب محافظة تعز نحن ندخل الدكاكين وندخل المحلات التجارية في الأسواق ومول ما شابه ذلك نجد أن الأسعار غالية جداً جداً الجاكتة الواحد يتكون من 30 ألف من 40 ألف ريال شديد وحنا حقاً الفلوس يعني لا تكفي هذا فالحل الوحيد والخير الوحيد هو أن نحن نذهب إلى الذي يبيعوا هذه الثياب والكيتان والدقلات التي كي نتقي منها البرد من أصحاب البسطة وأصحاب الحراجة الذي بيعوا هذه لأن هذا يعتبر الحل الوحيد لنا كي نقي أنفسنا من البرد القارس هذه الأيام ففي المحلات التجارية غالي جداً جداً 30 ألف أربعين ألف هنا تحصل الكوتة الواحد بألفين بثلاث ألف أقل شيء يعني عشرة آلاف ريال لا تكفي لتلبية احتياجات شخص واحد لتقيه من برودة الشتاء في حين تعجز أغلب الأسر عن شراء الملابس الشتوية خصوصاً مع تقلبات أسعار العملة وتخط الدولار الواحد حاجز الألف وخمسمائة ريال في أيام الشتاء نلقى لاستوراد هذا الملابس الشتوية من جميع الدول من العالم لأن أسعار مناسبة للمواطنين والناس يلقوا لشراءها بكثافة لأنهم معاونش داخلي يعنيهم معاونش تلوش بالمحلة تطلع القطعة يعني بعشرال بثماني ألف بالجواكة تطلعوا من عشرين ومن خمسة عاش يرجع للناس يعني يلقوا لشراء الملابس الرخيصة المستخدمة يعني مستعمال نستورد بناد من الصين من جميع الدول خير واحد نتيجة الحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وصلوا لناس الذين يأخذوا الملابس المستخدمة والبالية نتيجة الظروف الاقتصادية التي يعيشوها ما فيش معاون خيار غير كذا رغم العواقب الصحية للملابس المستعملة لكن يلجأ المواطنون إلى شرائها وذلك نتيجة ترد الأوضاع الاقتصادية الصعبة حيث يتم استيرادها من عدة دول حول العالم وبكميات كبيرة شتاء قارس يدق الأبواب هنا في مدينة التربة إحدى المناطق الأكثر برودة في البلاد حيث أصبحت الملابس الشتوية المستخدمة خيارا وحيدا بالنسبة الكثيرين إبراهيم سعيد قناة بلقيس من مدينة التربة بدايس ترجمة نانسي قنقر